كرمت مديرية الشباب والرياضة في محافظة بابل شباب فريق الحلة بكرة السلة بعد حصولهم على درع الدوري للشباب نتابع بعد حصولهم على درع الدوري بكرة السلة للشباب كرمت مدرية الشباب ورياضة بابل شباب نادي الحلة الذي حقق درع الدوري للموردة الثانية عشراء تكريم نادي الحلة الرياضي لكرة السلة لفات الشباب اللي حاصل على المركز الأول حقيقة حرصت مديرية الشباب ورياضة بابل على الاهتمام بالشباب وقامت مثل هكذا نشاطات وفعاليات مبادرة جميلة من مديرية الشباب ورياضة بابل على تكريم فريق كرة السلة للشباب اللي حاصل على دورة عندية عراق لكرة السلة الحمد لله والشكر بصراحة احتفالية جميلة احتفالية حضر بيها أكثر من مسؤول اللاعبون من جهتهم عربوا عن شكرهم لهذه المبادرة معاهدين النادي على بثل المزيد من الجهد في الموسم القادم تم تكريمنا من قبل مدير شباب ورياضة بابل لستاذ نايل بعد أن أخذنا المركز الأول على بطوة العراق للشباب دور العراق للشباب وبطوة الجمهورية التي قيمت في بغداد وإن شاء الله مستمرين بتقديم الأفضل والعطاء بجهود الهيئة الإدارية لنادي الحلة والمدربين واللاعبين الأبطال تكريم أصحاب الإنجاز والمتفوقين دراسيا وعلميا يعطي حافزا للآخرين كي يجتهدوا وينموا قدراتهما من بابل إيمان محمد العراقية الرياضية ترجمة نانسي قنقر